الخبر اللي بعد كده طبعا بعد زيادة الاسعار او بعد الدعم زيادة الامواضي البترولية اللي حصلت يومين لفاتوا دولار بدأ شركات الحديد تبدأ تعيد تسعير الحديد بتاعها فان فيه خبر اكد وكلاء الحديد وتجارة في مصر عدم معرفتهم بالاسعار الجديدة لطن الحديد حتى الان بعد ارتفاع اسعار البنزين مؤكدين انهم يبيعون بالاسعار القديمة حتى الان وفي الحالة لحد الوقت يعني من يوم العيد لحد النهاردة يمكن الحاجة الوحيدة اللي شهدت ارتفاع في الاسعار هي الاجرى بس هناما حتى الاسعار التانية لسه ما ظهرتش الزيادة بتاعتها واضافة ان اسعار الحديد ممكن ان تشهد زيادة تدريجية نتيجة الارتفاع اللي ستشهده تكلفة النقل فقط لكن طالما اسعار المواد الخامل علامية سابتة فان حجم الزيادة في سعر الطن الحديد لن يكون كبيرا واشار الا انا اسعار جديدة لن تعلن حتى الان وتبينت اليوم اللي هو الاربعاء اسعار الحديد بالاسواق وسجل سعر الحديد عز 12.550 جنيه للطن طبعا ما زادش بعد زيادة لسه ويشاي 12.530 للطن والمصري 12.540 للطن والجيوشي 12.400 نتمنى ان كل التجار ان هما حتى لو رفع عشان نتيجة النقل يبقى يعني رفع بسيط عشان احنا كلنا يعني كلنا مصريين وبنحب الشعب المصري فكلنا نحافز على بعض نحب بعض لان الاصلاح الاقتصادي ده كان لابد منه يعني كان لابد خطوات الاصلاح الاقتصادي دي كان لابد منها وانت النهاردة ما ينفعش تفضل الدولة شايلة دعم شايلة 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 الدعم شايلة 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 الدولة هتفلس كان لازم خطوات الاصلاح دي ان هي يتم لابد منها لابد ان الدولة تبدأ في خطوات الاصلاح دي من زمان يمكن من اقتر من 30 سنة كان مفروض الكلامنا كان يتم لكن التغيير اللي بيحصل يعني كان دايما حتى كان فيه مثل اجنابي كان دايما يقول ايه هواي شو دا يتشينج يعني ليه لابد ان انا غير لما يكون موضع كاريسي يعني لما يكون احنا وصلنا لمرحلة ان بقت الدولة مجونة وعجزت وبقت ضعيفة لابد ان احنا نشيل عن كهلها نشيل عن كهلها اه في خطوات مفروض اولويات لازم تتم لكن لابد كان من الخطوة دي شن الدولة تفوق شن احنا نيجي بعد 10 سنين نلاقي الدولة مش مديونة لان الدولة لو بقت مديونها بعد 10 سنين لو في ضمن العديد الدين يزيد الدين يزيد الدين يزيد عالددولة بعد فترة هنبص لقي الدولة فليست طبع تعمل ايه ما هي شاي لكل حاجة شاي لكل حاجة ومعظم الشعب قاعد بمشتغلش حتى اللي بيروح يشتغل يعني السباكي اللي بيروح يشتغل مرمى في اليوم ده وقاعد على الاهوة 24 ساعة ومجرد ما يروح يصلى حنافية هو ده شغل هو ده مش شغل الموظف اللي بيروح يقعد ساعتين في الشغل بتاعه ويروحش هو ده شغل ده مش شغل المدرس اللي يروح يقعد في الفصل وما بيشتغلش وعمل هسابه على الدروس الخاصية هو ده شغل وبعدين يجي شباب يقول لك احنا عاوزين نتعين هتعين فيه هتعين فيه في الحكومة هتعين فيه اللي متعينين اساسا مش منتجين اللا فئة صغيرة كوزء صغير من الناس منتج في الحكومة والباقي قاعد بس قاعد عشان الدولة ملتزمة انها ما تفصلهمش ويتمشيهم ويتقطع عشو لكن احنا كمصريين لازم نتحمي المسئولية لازم لما يبقى فيه خطوات لإصلاح الاقتصادي لازم كلنا نبقى عارفين انداء لصالح المصريين ترجمة نانسي قنقر